مساء الخير يانس الخير ويانس الزينا كراكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة وبأفضل الأحوال ان شاء الله نكون مسيحة عليكم بالهنة والفرح والسرور دائما نبدأ بالصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام صلوا عليه وكما العادة مع الوصفات الرائعة جبت لكم اليوم يالبنات واحد الوصفة رائعة جدا صيفية بامتياز تستحق التجربة إذا عجبتكم ما تنسوش تجربوها وتبرتجوها محبباتكم وتخلوا لي أقوم عليها في التعليقات إذا جربتوها ولا إذا عجبتكم وتدركوا على زر الجرس الياسي لكم كل جديد وكل وصفات الرائعة بالنسبة لوصفة عليومالي هي غراتان شاور ما يعني حاجة جديدة وصفة صيفية بامتياز سهلة وخفيفة ورح تعجب لا إلتعك من قطرة البنة التحيانية تستحق التجربة عن دامانتي نروح ونشوفو المقادر طريقة التحضير على بركة الله نبدأ بالمقادر على بركة الله نحتاجه هنا يا دجاج يكون مقطع إلى قطعة صغيرة ولا الفيونداشي يعني اللي كان عندك متوفر ونحتاجه للتوابل ملح بفلاكة حلا وسكين جبيل بفلاكة حمرة توبل تعالدجاج ونزيد لهم أيضا شوية قصبر تعبودرة وزج فصاد تعاتوم ونضيف لهم أيضا زج مغارف كبار تعالزيت وشوية تعالزعتر ومغرفة صغيرة تعليم ومغرفة صغيرة تعاليم ومغرفة صغيرة تعالى موطار ونخلط مليح داك الدجاج باش يتبنى مليح ويعني التوابل لدخول مليح في الدجاج وبعدها نغطيه بالورق الشفاف ونخليه يريح حوالي ساعة في التلاجة وبعدها عادة نطيبوه وبعدها نجيبو كاسروناء نضيرو فيها شوية تعالما ونجيبو بطاطا تكونوا مقطعة بهذا الشكل ونضيفو لها أيضا نص مغرفة كبيرة تعالملح ونغطيها ونخلو البطاطات تعالى تسلقنا ونعاودو نولولها وبعدها هنجيبت كما لكم شوفو حبة عبصل تكونوا وسط الحجم قليتها مليح وضفت لها داك الدجاج بعد ما خليتها يريح حوالي ساعة في التلاجة ونقلوها مليح بالنسبة كي تجو تقلوه يعني متقلوش تتنشفو خصت خلو في شوية تعالي يعني داك الزيوت باش يجيكم يعني قاطتاكم جي شبع و جي رائع جدا وبعد ما نسلقت لي بطاطات تعالي هنا خستمتم تمرسوها باش متجيكم صعوبة كي تمرسوها وما تقسحلكمش وبعدها نضيف لها مغرفة كبيرة تعالى مارغارين ونعاود نمرسها المرة تانية ونضيف لها أيضا مكعبات تعال الفرماج هنا إذا كان عندك متوفر الفرماج يعني داك مية تستخدمه ما كش عندك داك مية تستغني عنه يعني قاطتاك رائع كما نقول لك رائع ونضيف لها بفلة كحلة وشوية تعالى ملح وزيت لها أيضا شوية تعالى معد نوس باش يعني يطلق لك بنا شابة في البطاطا تاعك ونعاود نمرسها يعني بالمغرفة للمرة تانية باش داك الفرماج يدخل مليح في البطاطا وبعدها نجيبو المولت تعالى بالنسبة المولي استخدمته هذا هو النوعية تعامل أحسن يعني يكون شوية كبير باش يعني تنجمو تستفو البطاطا تاعكم هنا كي ما راكم تشوفوه راح نستفو البطاطا على شكل كوريات يعني يوم الأحسن يكون نقع كيف كيف وكي تستفوهم ما تلسقوهم شعني وحدة حدا وحدة خص بعد وشوية بيناتهم وبعد ما يعني استفتقال بطاطا تاعي راح نلويها على شكل ضوائر ونجيب مغرفة صغيرة ونبدأ ندير فتاحات في الواسط بهذا الشكل يعني باش نعمروا الحشوة تعنا اللي حضرناها مقبل كما قلت لكم هاد الوصفة يعني رائعة وتحضرها في أسرع وقت وبعدها نروح نجيبو الحشوة تعنا كي ما قلت لكم بعد ما قليناه نروح نديرو في البطاطا تعنا يعني في ذا كل الفتاحات انستفوهم ليح بهذا الشكل ونكمل انستفو الحشوة تعي في باقي الكوريات بتاع البطاطا اللي بقاولي ومراها اضفت له هنا الكرام فخيش تفتها في قاعد البلاتاي هنا تنجمو ودير الكرام فخيش وتنجمو وديرو سو سبيش عميل كي ما قلت لكم يعني للزوج راح تجي لقاطا تعكم تجي شابة هي من الأحسن نديرو حاجة خفيفة يعني متعييكم شنجمو ودير الكرام فخيش يعني طيبوها بالخف ومتاديكم مش وقت بل بزاف وبعدها نضيف له هنا يفن مجمو بشور من الأحسن يكون نوعية جيدة نستفوه يعني فوق الكوريات بتاع البطاطا بهذا الشكل وبعدها نديرو قراطة تعنا وتتحمر النام في الفرن غير ملفوقة هنا كي ما تعرفوا بلي كل شراء طيب لكم كي البطاطا كي تجيش سما خاسكم تتحمروها غير يعني ملفوقة في الفرن بش داك الفرماج يدو بلكم ورح نولي لكم الشكل التاحة بعد ما طابت هنا كي ما راكم شوفوا بعد ما طابت يجي شكل التحارة ويجي شاهي يعني هاد الوصفة تستحق التجربة يعني خاصة في فصل الصيف وبعدها رح نولي لكم الشكل التاحة من داخل كي فهجات هنا كي ما راكم تشوفوا اجيكم مطرية واجي حاجة بنينة بالبزاف يعني عندما انتي حاجة شابة بالبزاف وتستحق التجربة اذا عجبتكم نصفة تعاليوما كي ما العادة بلا ما نوصيكم ما تنسوش تجربوها واتخلوا لأكم عليها في التعليقات اذا جربتوها ولا اذا عجبتكم واجي مجمول عليها واتبارتاجوها محبباتكم وتدركوا على زر الجرس لأتي لكم كل جديد وكل وصفات الرائعة وش هي طيبا